السلام عليكم ورحمة الله كانت معركة أحد تسير إلى النصر للمسلمين حتى خالف بعض الرماء الذين تخلوا عن أماكنهم وصارعوا إلى جمع الغنائم فتحولت الدفة من النصر إلى الهزيمة وفر من فر من القتال خوفا من الموت وبقي على جبل الرماء قلة مؤمنة بقيادة الصحابي الجليل عبد الله بن جبير الذين استشهدوا جميعا في أماكنهم ولم يفروا وارتقوا جميعا شهداء وعلى أرض المعرقة ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم قلة مؤمنة شاكرة ولك أن تتخيل حال الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وليس معه من الرجال إلا بضعة عشر رجلا وهم يقاتلون بشراسة جيشا من المشركين يتجاوز عدده المئات ونزل قول الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا من المستحيل أن يموت أحد إلا بإذن الله وقدره وقضائه مقدر ذلك عند الله في كتاب مؤجل قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة فمن قدر الله وقضى له أن يموت مات ولو بغير أسباب ودعونا الآن نتأمل مرة أخرى في غزوة أحد تخلى بعض الرماء عن أماكنهم طمعا في الغنائم فقتل منهم فريق وفر فريق ولم يحصلوا على الغنائم وثبت فريق من الرماء على جبل الرماء وارتقوا شهداء إلى ربهم وتكالب المشركون على القلة المؤمنة الشاكرة التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل قدر للرسول صلى الله عليه وسلم البقاء حتى أن رجلا من المشركين صاح وقال يا قوم ارجعوا فإنه قد حيل بينكم وبين ذاك الرجل فإن كان الأمر كذلك فلما لا نقبل على الجهاد في سبيل الله وقد وعد الله عباده المؤمنين بإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة الشهادة أحب إلينا من النصر أضف إلى ذلك أن أيصر موته هي ميتة الشهيد فهي كقرصة النملة أما غيره فيتعرض لسكرات الموت وما أدراك ما هي سكرات الموت شبه بعض العلماء سكرات الموت بمائة ضربة بالسيف فأي ميتة تتمنى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يطلب بعمله وطاعته عرض من أعراض الدنيا فقط نعطيه ما قسمناه له من رزق ولا حظ له في الآخرة ولا نصيب إياك وأن تنظر إلى ظاهر النعمة فقط ولكن انظر أولا إلى حال المتنعم بتلك النعمة كم من إنسان غني متقلب في النعم لكن قلبه من أشقى القلوب وأتعاسها ولو كشف الله لك عن قلبه وتعاسته لأشفقت عليه صحيح أن المال مهم ولكن الأهم هو سعادة القلوب ألك تلك المعلومة أكثر الشعوب رفاهية هو شعب سويسرا وأعلى نسب الانتحار أيضا في سويسرا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يطلب بعمله وجهاده الآخرة والجزاء من الله نمنحه ما طلبه جزاء وافرا مع ما له في الدنيا من رزق مقصوم أتدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي ألماذا رهنها الرسول صلى الله عليه وسلم رهنها في صاع من شعير يطعم بها أهله لم يهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بمتاع الدنيا الحقير وانشغل بالآخرة أخي الكريم إياك وأن تلهث خلف الدنيا فكلنا راحلون تلك هي المعادلة اعمل للآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولكن الواقع مرير وكثير منا يعمل ويكد للدنيا وقليلا ما يتذكر الآخرة وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين خيرا بما يسعدهم في الدنيا ويشرح صدورهم في الآخرة والشاكرين جمع شاكر والشاكر هو الذي يشكر الله عز وجل ويكون ذلك باعتراف القلب بالنعمة وانطلاق اللسان بالحمد واستعمال النعمة في طاعة الله فهل نحن من الشاكرين لله حق الشكر وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين